اكثر من مئتي قتيل هي حصيلة اعمال العنف في اقليم درفور غربي السودان فبعد ثلاثة ايام من المواجهات القبلية في درفور افاد بيان للجنة اطباء السودان المركزية بمقتل 159 شخصا في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب درفور واضاف البيان ان سكانا ومتطوعين من الصليب الاحمر يبذلون جهودا كبيرة للبحث عن اشخاص تم اعتبارهم في عداد المفقودين خلال المعارك اما في ولاية جنوب درفور فقد خلفت الاشتباكات 55 قتيلا اعمال العنف وقعت بعد اسبوعين فقط من انهاء البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الاقليم رسميا مهمتها ويشهد اقليم درفور نزاعا مسلحا اندلع في عام 2003 قتل من جرائه 300 الف شخص وشرد مليونان ونصف المليون وفق الامم المتحدة وفي اكتوبر الماضي وقعت الحكومة السودانية الانتقالية اتفاقيات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في درفور الا ان بعض تلك المجموعات لم يوقع على الاتفاق اشتركوا في القناة